خطة للجميع من أجل تحقيق العدل والمساواة أقرتها الأمم المتحدة ببرنامجها الإنمائي الذي يسعى لتحقيق 17 هدفا في دول العالم لا سيما في العراق إذا قامت وزارة التخطيط مؤتمر المراجعة الشاملة لأجندة التنمية المستدامة في العاصمة بغداد وكانت العتبة العباسية المقدسة مشاركة فاعلة فيه إلى جانب مشاركات عديدة من قبل المؤسسات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية أنا مطلع تماما على النشاطات على أغلب النشاطات التي تقوم بها العتبة العباسية المقدسة حقيقة اليوم ممكن أن أشر العديد من الإشارات الكبيرة حقيقة الإيجابية لدور هذه النشاطات في تحقيق التنمية المستدامة أنا مطلع على مشاريعها حتى على مستوى المشاريع الزراعية والمشاريع العلمية مشاريع اللي اليوم تحدثوا عليها الإخوان خاصة بموضوع المكتبات والرقمنة والفهرسة وحفظ المخطوطات يعني هذه الخطوات وهذه الإسهامات أكيد دورها كبير وواضح في اقتصادياتنا المستقبلية في حفظ تراثنا وفي أفقنا المستقبل بموضوع المعرفة شاركة واسعة من مختلف شراح المجتمع ومنظماته والممثلين الفعالين ومنها العتبة العباسية اللي سبق أيضا دعتنا إلى مؤتمر مشترك في مدينة كربلا حول الهدف الحادي عشر اللي يتعلق بالمدن المستدامة ومنها الحفاظ على الوثاق ووجدنا بالحقيقة عندهم عمل جيد في مجال الحفاظ على الوثاق اللي هي جزء من إرث الحضاري لمدنة واللي فعلا من الحفاظ عليها يستاهم في استدامة للمستقبل وهي أحد أهدافنا اللي نسعى لتحقيقة مؤتمر تخلى له جلسات بحثية قدمت به العتبة العباسية المقدسة عرضا لأهم مشاريعها الإنسانية والتعليمية والصحية والزراعية والصناعية والفكرية وغيرها مما يتلأى معهداف التنمية المستدامة إلى جانب تقديم حملتها لمواجهة جائحة كورونا ببناء ردهات الحياة والقيام بحملات التعفير في مختلف المحافظات العراقية ورفض السوق بالمعاقمات بأسعار مدعومة في الحقيقة عندما نقيم عمل العتبة العباسية نجد أنه عمل كبير جدا لا سيما وأنه عندما ترى أنه آثار جائحة كورونا وهذه التحديات الكبيرة وفي ظل هذه الجائحة نرى بأنه العتبة العباسية لم تتوقف عن العمل في مجال أهداف التنمية المستدامة بل واصلت العمل من أجل أنه دعم مسيرة وزارة التخطيط في مجال التنمية المستدامة لهذا فنحن في وزارة التخطيط نستطيع أن نقول بأن هذا العمل عمل كبير جدا طبعا بناء على طلب أو دعوة من قبل وزارة التخطيط العراقية لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المدنية ومؤسسات الدولة لإستعراض أهداف التنمية المستدامة في العراق قامت العتبة العباسية المقدسة باستعراض فعاليات أو الأهداف التي حققتها والتي تصب في مصلحة العراق من خلال أهداف التنمية المستدامة طلقت في 2015 17 هدف من قبل الأمم المتحدة العتبة العباسية المقدسة تقريبا حققت أغلب هذه الأهداف تقريبا يعني من 12 إلى 13 هدف من خلال تنمية المجتمعات من خلال حفظ التراث من خلال الضمان الصحي الضمان الاجتماعي جملة من أهداف التنمية المستدامة وأجندة عام 2030 حققتها العتبة العباسية المقدسة من خلال مشاريعها المتعددة التي تعمل لخدمة الصالح العام إذ إنها أصبحت إنموذجا يحتذى به على المستوى الوطني كونها تمتاز بالجودة والحداثوية وتعتمد على الكفاءة العراقية اشتركوا في القناة